إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن الخالق سبحان لجميع المخلوقات خلقها وفضل بعضها على بعض قال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشكون ومن هذه الأيام الفاضلة التي فضلها الله جل وعلا على بقية أيام السنة أيام عشد الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها في قوله جل وعلا والفجر وليال عشر والقسم بها دليل على أهميتها وعظم شأنها قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف المراد بها أيام عشد الحجة قال ابن كثير وهو الصحيح قال سبحانه ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير قال ابن عباس الأيام المعلومات أيام عشد الحجة أيها الإخوة الأفاضل لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام من أفضل أيام الدنيا فروى البخاري في صحيحة من حيد بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا الجهاد في سبيل الله لأنهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله ثم استثنى حالة واحدة رجل خرج بنفسي وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وروى الإمام أحمد مسندي من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام أعظم عند الله ولا حب لي من العمل فيهن من هذه الأيام يعني أيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وفي هذه الأيام يوم عرفة ويوم النحر ويوم القر وهي من أفضل أيام الدنيا فروى الإمام أبو داود في سنن من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ويوم القر هو اليوم الحادي عشر وهو اليوم الذي يستقر فيه الحجاج بميناء وروى مسلم في صحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنوا ثم يباهي بهم الملائكة أي بالحجاج فيقول ماذا أراد هؤلاء ويوم عرفة هو يوم المغفرة والعتق من النار كما جاء في صليم المسلم من حديث أبي قتاده رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عرفة قال احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهذا فضل عظيم أخي المسلم أن تصوم يوما في سبيل الله يكفر الله عز وجل عنك به خطايا سنتين كاملتين قال ابن حجر والذي يظهر في امتياز أيام عشد الحجة أي في تفضيل على بقية الأيام أن مكان لاجتماع أمهات العبادة فيها كالصلاة والصيام والصدق والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها قال ابن رجب لما كان الله جل وعلا قد جعل في قلوب عباده حنينا وشوقا إلى بيته الحرام وليس كل أحد قادرا على أن يحج في كل عام شرع الحج في العمر مرة واحدة وجعل موسم العشر موسما مشتركا بين السائرين والقاعدين فالذي لا يستطيع أن يحج في كل عام يستطيع أن يعمل أعمالا في بيته هي أفضل من الجهاد في سبيل الله انتهى كلامه رحمه الله وقد اختلف أهل العلم أيهم أفضل العشر الأواخر من رمضان أم أيام عشد الحجة والذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وتبعه ابن القيم رحمهم الله إلى أن الأيام لا شك أن أيام عشد الحجة أفضل لقوة النصوص الواردة في ذلك أما بالنسبة للليالي فإن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف شهر أما بالنسبة لأيام عشد الحجة فهي أفضل بالنسبة للأيام لأن فيها يوم عرفة ويوم التروية ويوم النحر وهي أيام أو هي أفضل أيام الدنيا ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكثر فيها من الأعمال الصالحة فما هي إلا أيام معدودة ثم تنقضي كان سعيد بن جبير راوي الحديث عن ابن عباس يجتهد في هذه الأيام أيام العشر اجتهادا عظيما حتى ما يكاد يقدر عليه أيها الأخوة الأفاضل من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمؤمن الحرص عليها في العشر المباركة حج بيت الله الحرام قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الأسلام على خمس جادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ومنها كذلك الاكثار من صيامها عدا يوم النحر قال سبحانه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى بعدما ذكر المسارعين الأخيرات من الرجال والنساء والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجه عن النار سبعين خريفة ومنها كذلك الاكثار من الصدقة وهو باب عظيم من أبواب الخير قال سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صليمان مسلم ما نقصت صدقة من مال قال ابن القيم رحمه الله وكان العطاء والصدقة أحب شيء لي عليه الصلاة والسلام وكان فرحه وسروره بما يعطيه أعظم من فرحه وسروره بما يأخذه وكان أجود الناس يمينه كالريح المرسلة وكان إذا جاءه المحتاج آثره على نفسه إما بطعامه وإما بلباسه وكان يأمر أصحابه بالصدقة ويحثهم عليها وكان من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في انشراح الصدر ونعيم القلب انتهى كلامه ومن كذلك الأكثر من ذكر الله قال سبحانه الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب في الصحيحين من حديث أبو يريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسه وإن ذكرني في ملأ وإن ذكرته في ملأ هم خير منهم قال ابن القيم رحمه الله لو لم يكن في الذكر فائدة إلا هذه لكفى بها فضلاً وشرفاً فذكر الله جل وعلاً عموماً والتكبير خصوصاً من شعير هذه الأيام الفاضلة أيام العشر ولذلك جاء في الحديث السابق فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميل وجاء في صلى إمام البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كانوا يخرجان إلى السوق ويكبر الناس بتكبيرهما في العشر وصيغة هذا التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين